نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية للفروسية والتي استضافها وادي الفروسية المطلة على بحيرة عين الحياة بالفشطاط ويأتي ذلك بعد قيام الوزارة بتطويره بتوجهات من رئيس الجمهورية لاستضافة كافة البطولات الخاصة بالفروسية محليا ودوليا ولدعم رياضة الفروسية لكل المصريين يرتفع صهيل الخيول بين جنبات وادي الفروسية معلنا عن بدء فعاليات بطولة كأس الجمهورية للفروسية بالوادي في صورته الجديدة المتميزة التي وصل إليها بعد قيام وزارة الداخلية بتطويره تنفيذ لتوجهات رئيس الجمهورية في هذا الإطار ليصبح ملتقى البطولات المحلية والدولية ويسهم في دعم رياضة الفروسية في مصر لكل المواطنين صراحة من ساعة لما ابتدى البطولات تيجي هنا في ودي الفروسية الموضوع بقى فارق معنا قوي لأنه المكان مجهز بكل الخدمات اللي إحنا محتاجينها هذا المكان يصلح نتعام فيه بطولات دولية جديرة وعلى مستوى عالي جدا على مدار سلاسة أيام تواصلت فعاليات البطولة برعاية لجنة تحكيم مشكلة من الاتحاد المصري للفروسية وبمشاركة واسعة من أندية الفروسية والفرسان الذي وصل عددهم إلى 224 فارسا لمصابقة قفز الموانع و14 فارسا لمصابقة الترويد و41 فارسا لمصابقة التقاط الأوتاد بالسيف والرمح و125 فارسا في البطولة المفتوحة تخلل فقارات البطولة مشاركة مجموعة من ذوي الهمم في استعراض مهاراتهم في قفز الموانع سعيد جدا جدا بمستوى التجهيزات الموجودة في المكان سواء مدرجات الجامعية التي تتفرج منها أو الأرض نفسها والتجهيزات التي تحصل فيها أنا مبسوط جدا أن أنا معكم النهاردة وساعد بيك وساعد قرم الدياس تم إعداد استبلات ذات سعة كبيرة لإواء الخيول المشاركة وفندق مجهز لإقامة الفرسان خلال فترة التنافس ومطاعم فضا عن سيارات قهربائية للتنقل داخل وادي الفروسية وسيارات إسعاب لأطقمها الطبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية نحن هنا عندنا في المستشفى البطري كافة الأجهزة من سونار، إكسري، رانين، شوكويب بتأهلنا اللي احنا ندخل في أي حالات طرقة شهدت ملاعب وادي الفروسية الممهدة وفقا لأعلى المقاييس الدولية في رياضة الفروسية تنافسا بين الفرسان المشاركة لاعتلاء منصة التتويج في رياضات قفز الموانع والترويد والتقاط الأوتاد موسيقى 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 ده طريق مفتاح الأرض التفكالة بالأرض هائلة، تجهيز هائل الأرض المغفرالي للاستبيلت دي كلها مغفرالي استقاف الحصان مغفرالي استقاف الخطوة أن أنا عارف أتحرك فوق الحصان مكان هائل كمانجمنت، كإنشاءات، كنظافة ومشاء الله حاجة يعني يتشرف أنها تكون موجودة في مصر وقد عكس آداء الفرسان بخيولهم مدى الشعور بالراحة على هذه الملاعب التي تفجر طاقاتهم في المنافسات وتساعدهم على إخراج مواهبهم في الفروسية الشاكل بصراحة حلو جداً والأراضي مضيفة جداً 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 والنادي نفسه بصراحة حلو فالأرض يعني من كتر ما هي مضيفة وحلوة تحسلك اللي هو إجري الحكام جهزة لهم مبنى يؤفر لهم رؤية واسعة لكل الملاعب في وقت واحدة أفضل حاجة لنا ببقى محتاجها اللي هي رؤية جيدة للمكان شايف جميع الاتجاهات بتاع الفرس من أول دخوله من أول خانة التسخيم لغاية خانة المباراة نفسها وقد أشاد الفرسان والحضور بجاهزية ملاعب وادي الفروسية لاستقبال كافة منافسات الفروسية الدولية والمحلية من مرافق وملاعب واستابلات مؤكدين أنه إضافة قوية للرياضة الفروسية في مصر يحق لكل المصريين أن يفخروا به جهد فضيع من وزارة الداخلية ومن الزباط هنا ومنظمين كويس كل إمكانيات موجودة أي حاجة بنطلبها بنلاقيها بطولة منظمة جدا حتى الناس استقابلتنا حلوي جدا والزباط اللي هما البنات وضعوا علينا برد حاجات فلا أوفير أول يعني مكان مجرد طح في أكتية يعني ما شاء الله مستابلات كويسة حيث أنه مستريح في بوكسو كل شيء موجود الوكر موجود يتمشى في الخيل هي أهم شيء في حسين الخيل بعد ما يتخلص ما يبدأ للصيس من المشوعة لديهم في الوكر ممكن تلوشي فيها الأرض التي تسخين قريبا من الأرض البطولة مستابلات قريبا من الأرض مكان واسع وفيه قتال حلو وفيه مطعم حلو جدا مكان بصراحة فيه كل تأهله اللي تؤهلوا أنه يبقى مكان دولي المزودة بأحدث وسائل الإضاءة والموزعة بشكل مناسب وفقا للمقاييس الدولية المعتمدة في مجال رياضة الفروسية فيه مدربين على الأعلى مستوى بيدربونا ما بيبخلوش علينا بأي معلومة وده قليل تلاقيه في أي حتة تنى حاجة تشرف الواحد بيبقى سعيد هو بيجي هنا بقالنا سنين ما بنحضرش بطولات في المكان هنا تطورات طبعا كل الناس شايفينها ويقدر يستقبل أي بطولات دولية وجمهورية وكل حاجة بطولة كأس الجمهورية للفروسية هي الثانية التي يستضفها الوادي منذ تطويره بعد أيام قليلة من بطولة الجمهورية لقفز الموانع وهو ما يؤكد على الجاهزية والاستعداد لاستضافة أي فعليات تنافسية في الفروسية في أي وقت وبأي عدد تتسم الخيول العربية بخفتها وجمالها ورشاقتها وسرعتها ومصر لها باع طويل في تربية هذا النوع من الخيول وادي الفروسية الذي طورته وزارة الداخلية مؤخرا يسهم بشكل فعال في الارتقاء برياضة الفروسية في مصر وتدعم الرياضة المصرية في هذا المجال باستضافة العديد من البطولات الدولية والمحلية في رياضة الفروسية من وادي الفروسية عبدالله بركات التلفزيون المصري